وقّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزراء البترول والتموين والزراعة وعدد من المسؤولين أعقبه اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس طلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حيث وجه سيادته بتوفير أقصى درجات الدعم لقطع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعاتي واستصلاح الأراضي حيث تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغبائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها حيث اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان لسيما من خلال مراكز التلقاح الصناعي وخطوط التحسين الوراثية بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدائمها بوسائل اختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر اشتركوا في القناة